فيديو اليوم عن تفاصيل الفحص الطبي اللي بنعمل قبل مقابلة السفارة الأمريكية بالتحديد للممردين وإن كان نفس الفحص للكل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا محمد ناصر أبي يوسف بحيكم من قناتي مذكرات ممرد نتكلم فيها عن التمريد مهنة العظماء وبنتكلم أحيانا عن السفار والهجرة إلى بلاد أخرى مثل قطر، سعودية، بريطانيا، أمريكا وغيره فلو عجبك العنوان خليك معنا للآخر ولا تنسى الهاند واشنك، البس لغلافز، هات الماسك وتفضل معنا تكلمنا في فيديو سابق أو في ثلاث فيديوهات ثلاث أجزاء طويلة عن عملية الهجرة لأمريكا كيف بتتم وشو الخطوات اللي راح تمشي فيها وشو الأوراق اللي راح تلزمك وقداش راح تدفع فلوس وإلى آخرين قلنا بالفيديو الثاني أنه قبل ما تروح على السفارة الأمريكية راح يطلبوا منك فحص طبي إذا كنت أعزب ورح يطلبوا منك إلك ولزوجتك وأولادك إذا كنت متزوج هذا الفحص الطبي راح نحكي عنه، تفاصيله اليوم وإن شاء الله تعوم الفائد على الجميع في البداية أنت ممرض حابة تقدم لأمريكا، جدمت وراجك، دفعت رسومك، خلصت امتحان مزاولة المهنة اللي هو الإنكليكس، خلصت امتحان اللغة، طلع لك الفيزا سكرين، بعثت الورق، بعثوا لك إنه دوكومنت كواليفايد، صار عندك دي كيو وفي النهاية بعثوا لك إيميل إنه متى المقابلة تبعك بالعادة الإيميل بيكون قبل فترة كافية من 30 إلى 50 يوم، فإنت معك وقت كويس إنك تعمل الفحص الطبي رح يبعتوا لك إيميل من السفارة بيبعتوا لك معها ورقتين اسمهم رسالة الفحص الطبي هذا الإيميل مهم جدا احفظه لا تنسحه والورق هي إطبعها لأنها رح تنفعك في نفس الفحص الإيميل رح يقول لك إنه ادخل على الموقع التالي اللي هو موقع السفارة الأمريكية في البلد اللي انت موجود فيها فرح تلاقي أسماء المستشفى أو المستشفيات اللي هم بيتعامل معها وإذا كنت أنت في قطر فهو مستشفى واحد فقط اسمه مستشفى عيادات الدوحة رح تلاقي كاتب اسم المستشفى وعنوانه بالتفصيل ورقم تلفونه كمان لازم تكلمهم وتأخذ موعد قبله بوقت وهون ملاحظة مهمة جدا جدا كيف أختار موعد الفحص الطبي موعد الفحص الطبي مهم جدا جدا لأنه أنت لو عملت الفحص مثلا قبل المقابلة بشهر ورحت على المقابلة وانقابلت بالمقابلة رح يعطوك الفيزا صالحة لمدة 6 شهور ابتداء من تاريخ الفحص الطبي وليس ابتداء من تاريخ المقابلة فهيك أنت ضيعت شهر على الفاضي وضع لقدامك 5 شهور بس بدك تخلص كل أمورك وترتب كل أمورك وتستقيل من شغلك وتترك كل شي وراك وتطلع قبل ما تلتغي الفيزا برضو ما بنفع تعمل الفحص الطبي قبل المقابلة بيوم ويومين لأنه في أشياء بتاخد 4 و 5 و 6 و 7 أيام لما تجهز برضو رح يفحصوا فيك بعض الأمراض لو طلعت معك لسه بدك تتعالج فيوم يومين و 3 مش كفاية أنك تتعالج من أي إشي برضو رح يسألوك شو المطعم اللي أخدتها فلو فيه مطعم أنت مش مياخده بدك تروح تدور وين بنعطه وتأخده وتجيب شي هذا أنك تلقيته وتسلمها للطبيب وهو يبعتها للسفارة فكل هذا الحكي ما بصير بيوم ويومين شو لازم أخذ معاي ورق إلى الفحص الطبي بتأخذ معك رسالة موعد المقابلة السفارة بتكون بعتت لك ورقة فيها موعد المقابلة أي يوم أي ساعة بالضبط وموجود فيها رقمك في السفارة ورقم طلبك وكل إشي والبريورتي داتا تبعك كل إشي يتبط إنك عن جد مجدم للسفارة رقم 2 رسالة الفحص الطبي اللي قبل شوي قلتلك اوعى تفرط فيها جواز سفرك وجواز سفر الزوجة وجوازات سفر الأولاد مع نسخة عن كل منهم الأصل بظل معك والنسخة بتقدمها صورتين شخصيتين لكل واحد من أفراد الأسرة صور شخصية عادية صور بسبور للأربعة بستة سانتي ولو أنت موجود في قطر بيقبلوا الصور سواء كانت الخلفية بيضة أو زرقة لازم تجيب نسخة من كرت المطعيم لكل فرد من أفراد الأسرة وإذا ما كانت موجود عندك تستخرج شهادة من وزارة الصحة مكتوب فيها تشهد وزارة الصحة أن السيد فلان الفلاني قد تلقى في حياته واحد اثنين ثلاث وختم طبعا الشهادة هي بيكون مطبوعة بالانجليزي والختم نفسه مكتوب عليه بالانجليزي منستر اوف هيلث مش وزارة الصحة فما داعي لا أنك تصدقها ولا أنك ترجمها لو أنا عمري 40 50 60 سنة وكرت المطعيم تبعي ضايا شو بسوي؟ بكل بساطة وزارة الصحة بيديلك على مختبر حكومي موثوق عندهم بتعمل فيه فحص التايتر هذا الفحص إذا كان عالي أو بوزيتف معناته أنك أخدت هذا المطعوم لو كان نيجاتف أو واطي معناته أنك ما أخدته فبعملوا لك التايتر تبع الهيباتيتس التايتر تبع الحصب التايتر تبع الجدري وهكذا الإشي اللي بثبت أنك أخدته بسجله أنك أخدته وهذول الأطفال أنولدوا في البلد اللي أنت فيها مثلا أنت أردني مغترب في قطر كل ولادك أنولدوا في قطر فكل واحد معاه كرت مطعيم مكتوب عليه وزارة الصحة القطرية برضو هذا بتقدبه من قبل أنت كممرض أكيد في الشغل أخدت مطعوم الهيباتيتس بي أخدت مطعوم الديفتيريا كل سنة بتوخد مطعوم الانفلونزة السنين الماضي هاي أخدت مطعوم الكورونا يمكن جرعتين أو ثلاث طب لازم تكون ميخذة ثلاث جرعات أنت ومرتك وأي واحد عمره فوق 16 سنة لازم تجيب معك شهادة مطعوم كورونا للأفراد اللي تلقوا مطعوم كورونا بعد هيك بتروح على العيادة أو المستشفى أو الدكتور بتدفع رسوم الفحص الطبي هاي بتختلف حسب عدد الأفراد حسب عمر كل واحد فيهم وحسب الحال الصحية لهم يعني بعضهم بيكون ميخذ المطعيم كاملة بعضهم المطعيم ناقصة وهكذا فأنا مثلا نشوف الجدول اللي قدامك هاي المبالغ اللي فعلا دفعتها المجموع 6500 ريال يعني تقريبا 1200 دينار أردني رسوم الفحص أصلا 170 أو 180 دولار وبكون المستشفى أخذ 10 أو 20 دولار لحاله كربح على كل واحد أنت احسب أنه تقريبا على كل فرد بدهم يأخذوا 200 دولار أو 200 دينار رح يأخذوا كشفيه للدكتور رح يأخذ أجر كتابة التقرير عن كل واحد مبلغ معين رح يأخذ فحص نظر للكل رح يعملوا فحص الكوانتيفيرون تي بي هذا يشوف عندك سل ولا لا فيه فحص اسمه VDRL هذا للبالغين بس يعني أنت ومرتك إذا ولادك صغار فيه تيست اكس ري للبالغين بس برضو عشان يشوفوا عندك تي بي ولا لا رح يأخذ منك التاريخ المرضي رح يسألك شو معك أمراض شو بتأخذ أدوية لازم تحكي لكل الأدوية اللي بتتناولها يوميا عمرك دخلت المستشفى عمرك عملت عملية في بعض الأحيان بطلب الدكتور فحص جنوريا للستات أو فحص سل لكل شخص عمره فوق السنتين وممكن يسألك مش أكيد بس يمكن يسألك عن حالتك النفسية أنت وأفراد الأسرة فيه عنف فيه انتحار فيه إيش زي هاي زمان كان الدكتور يعطيك النتائج كلها فيه ظرف مختوم ولا يجوز أنك تفتحه قبل ما توصل السفارة هم اللي بفتحه هم بشوفه إيش مكتوب فيه وبرضو زمان كان لازم يعطيك التشست اكس ري تسلمها للسفارة هناك فيه دكتور بشوفه وبعرف معك تيبي ولا لا حاليا صار كل النتائج هيبعتها للسفارة بالإيميل قبل مقابل تكبيون أو يومين وخلاص ما فيه داعة تتغلم لكن ملاحظة هاي موجودة على موقع الـ NVC أو داعة الهجرة لنفس الموقع الرسمي أنه لو كنت مريض سل لو طلع بالفحصات لا سمح الله أنه معك مرض السل مثلا فلازم تكون ما يخذ معك من بلدك لأمريكا صورة أشعة على صدرك على أساس تكون reference أو base على أساس لما تروح أمريكا يعملوا لك صورة ثانية شوفوا تحسنت ولا زي ما أنت ولا رجعت لورا فهذا بتخذها معك بالطيارة نصيحة نصيحة لكل إنسان عنده أطفال بده يهاجر على أمريكا قبل ما تطلع من البلد اللي أنت فيها اعمل فحص طبي للأولاد اللي في سن المدرسة أو الأطفال اللي لما توصل هناك رح تدخلهم مدرسة تعمل لهم فحص طبي بتجيب ورقة تسأل وين في بلدك فيه إشي اسمه الكوميسيون الطبي أو الناس اللي بتعمل الفحص للمسافرين فبسجل لكل ولد ورقة كاملة وضعه الصحي كامل شو معه أمراض معه حساسي من إيش شو عمل عمليات بحياته شو أخذ مطاقين في حياته قديش طوله قديش وزنه كل التفاصيل هاي أول ما تصل أمريكا المدرسة رح تسألك عنها فبدل ما تعملها هناك تدفع مرة ثانية أعملها في بلدك أو بالبلد اللي انت فيه بعينك الله على أكم دينار الفيديو الجاي رح أقول لك بالمقابلة تبعة السفر الأمريكي شو رح يسألوك وشو رح يسوي فيك لو عجبك الفيديو لايك للفيديو اشترك بالقناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك جديد مع أول بول والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة